على قدم وساق يجري اعداد الارض على الحدود النمساوية الايطالية من منطقة برينر بهدف بناء سياج واغلاق طريق امام اللاجئين والمهاجرين في منطقة تعد نقطة عبور حيوية مع ايطاليا وبين الشمال والجنوب عبر الالب وتعتبر برينر رمز التوحيد الاوروبي ويقول رئيس بلدية بولزانو الايطالية في المنطقة تستعمل النمسا القبض الحديدي لاجبار ايطاليا على اتخاذ قرار قبل مجيء المهاجرين الى حدود برينر ومع تشديد رقابة حرس السواحل في بحر ايجي لاثناء المهاجرين واللاجئين عن التحاق باوروبا اختار هؤلاء مسلكا اخر محفوفا بالمخاطر على متن الزوارق انطلاقا من شمال افريقيا باتجاه ايطاليا وفي عرض البحر تمكن الحراس الايطاليون من انقاذ اكثر من 1800 مهاجر اما في ايدوميني المنطقة اليونانية على الحدود مع مقدونيا فقد اختار اللاجئون والمهاجرون مغادرة مخيمهم والذهاب الى مراكز الهجرة الحكومية اليونانية القريبة من ايدوميني بعد ان واجهتهم الشرطة المقدونية بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لاثنائهم عن مواصلة رحلتهم الشاقة نحو شمال اوروبا الغربية وكانت السلطات اليونانية انتقدت طريقة تعامل حراس الحدود المقدونيين مع اللاجئين والمهاجرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة